انت بتوقع باس العالم اللي جاي الاهلي ياخد برزية لكنها مش بطولة كابين خالد البرزية مدالية مهمة بس اخد بالك حكتين مهمين جدا لكنها مش بطولة لا النظر لها والتركيز عليها انها طوالة لكن مدالية لكن مش بطولة نوط تانية انت بتقبر اسم ناديك من خلال المشاركة في كاسر عالم الدي والاهلي استفاد تسوقيا من المرزب طبعا جدا جدا ومديا كمان عدد مشاركات النادي الالف مدال الانديا مش قلي تسعة بين ولا او عشرة تسعة او عشرة في رقم مش قلي ان يكون عنده اربع مداليات شيء كويس اكيد ويحسب نادي الاهلي وكيف بيرفع راية الكرة المصرية ويشرف كرة القادرة المصرية لكن حتة ان انت كل ما تفوز بالبرونزية النقطة الاهلي كابين خالد الانديا مع احترام الى اقل من الاهلي في القيمة في القيمة الجماهرية والقيمة التسوقية التسوقية اللعبة فاينال نادي الاهلي في كل المشاركات دي ملعبة فاينال خد بالك مازين بيشترك مرة واحدة انت برضو فنحط الامور في نصاب لكن احنا بنهلل ونفرح كتير اول مرونزية هي مش بطولة صحيح وإلا لو هي بطولة طب ما هو ايه بس في نهاية بروزينكا سعلم حاجة مشاركة جدا طبعا بسعلم انا راجل زملكاوي اكيد لو زملك راح وراح رابع حده لا وكسب مرة بس طبعا الاهلاوية هيتطافقوا معايا هو مكسبش امريكا الجنوبية مين بطن امريكا الجنوبية الزملك ولا الاهلي قولي ليه ليه عشان الاهلي ما بيعتبرش المباراة تتحس بفوز يعني زملك ما كسب الاهلي في السوبر الافريقي كل الناس تلاقي تقالك بيتأيد في البتاعة عادل بس قلت ما هو كسب بضربات الجزاء ما هو زملك كسب بضربات الجزاء بيقولك في السجلات الاتحاد الدولي ده شغلة عالصة بلا ما عايز اقولهم برضو بطن امريكا الجنوبية الاهلي كسب بضربات الجزاء فهيتساجل تعادل وأحنا ما كسبنا كسب الاهلي كسب العلم الأفريقي بضربات الجزاء في دربات الجزاء حاصط ده كلام الأهلي كسب السوبر الأفريقي أمام الرجاء بضربات الجزاء وكسب برونزية كاس العالم للأندية بضربات الجزاء أمام بطل أمريكا الجنوبي وزمال الكاسبان 86 خدنا بطولة أمم أفريقيا بضربات الجزاء 2002 خسرنا أمم أفريقيا بالسنغال بضربات الجزاء وخسرنا تقاه واللي كاس العالم بضربات الجزاء بس هي تسجل التعادل